بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ النهاردة في السيتو بلازمك انكلوجين وتعال نفتكر مع بعض احنا كنا اتكلمنا في الاول او في تاني محاضرة من المحاضرات الهيستو اتكلمنا انه في عندي بيكون في الخلية عندي سيتو بلازم يكون عندي نيوكوليس ممتاز وتكلمنا ان السيتو بلازم بتكون مقسمة لثلاث مكونات الرئيسيين ايه هما هما الارجينيلز تمام ثاني مركب هو الماتريكس وثالث واحد هو السيتو بلازمك انكلوجين عرفنا في الارجينيلز ان في منها ممبرنس وفي منها نان ممبرنس وخدنا ايه هما الممبرنس وعرفنا انه يكون باوندد باي ممبرين وعرفنا انه هما في منهم شوية بيكونوا نان ممبرنس ممتاز؟ ممتاز طيب احنا النهاردة هتكلم على السيتو بلازم انكلوجين يعني ايه كلمة انكلوجين يعني محتويات او اشياء مخزنة طيب تعال نشوف التعريف بتاعها ونفهم هي ايه الاشكال دي في الاشكال دي بتكون بالشكل ده يعني انتو شايفين الخلية بصوا شباب دي الخلية السوداسية دي يعني هي شيء يعني سوداسية تقريبا دي بتكون في الغالب الكبد تمام خلايا الهباتوسايت ودي بتكون شايفين الحزات المخزنة فيها دي هنعرف هتكون ايه بعد شويه طيب وهنا برضو عندي نفس الوضع خلايا ومتخزن فيها بعض المواد الديفنيشن بالنسبة ليه في الاول انا هنتكلم ونحدد النقاط المهمة وبعد كده هنبدأ نترجم اول نقطة بهم بيقولك ان هي they are non-living ادي واحدة ركز معايا يبا هي كده ايه non-living وده يا شباب لو فكرتوا فيها اصلا هتكلمنا انه في السيتو بلانز فيه وفيه ماتريكس يباك منها وفيه inclusion طب ايه فارج الانكلوجين عن الارجانيل ان الارجانيل living اما الانكلوجين non-living ممتاز ممتاز substance stored in the cytoplasm and not bounded اتنين not bounded by membrane يعني حرة كده previously سابقا كان يعتقد ان هي ملهاش وظيفة ولكن بعدين اكتشفت تعال نترجم بالراحة يقولك ان هي non-living سهلة دي substance يعني مواد stored in the cytoplasm and not bounded مش محاطة بغشاء سابقا كان يعتقد او considered ان هي معتبرة ان هي non-function ملهاش function معين او ملهاش وظيفة ان any metabolic activity ملهاش اي وظيفة في عمليات الايد سواء بالبناء او الهدم او التخزين او يعني او اه انتاج الطاقة او الكلام ده لا ملهاش دعو الموضيع دي لكن مؤخرا يعني بتشارك يعني العديد منهم بيشارك كفين في normal functional او normal function of the cell العديد منهم بيشارك في الوظيفة الطبيعية للخلية تمام تمام تعال نشوف مين هما اساسا ان هما فيه ثلاث اقسام الكالسفيكيشن يا شباب يعني التقسيم او يعني احنا التوزيع بتاعته جالك ان هما فيه وفيه وفي عندي ده معناه ان هو طعام مخزن او طاقة مخزنة يعني انا عرفت ان ده مصدر للطاقة ممتاز ممتاز وبيجمنت ده صبغط يعني ممكن نستخدمها علشان يعني يكون فيه لون معين في حتة معينة من الجسم دي هنعرف ايه هي تعال نبدأ اول واحد بي وشان تفهم بس حاجتين انه المصدرين او مصادر الطاقة في جسمك دايما في الغالب انت بتاعتمد على الكربوهيدريت في الاول لو خلص بتتجه الى الفات فهم مصدرين الطاقة الرئيسيني اللي في جسمك اساسا هم الجلايكوجين والجلايكوجين ده اساسا كان عبارة عن ايه يقول لك اسيدي انا كل داير هرسمها عبارة عن جولوكوز ممتاز فانا خدت هنا جولوكوز 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 كده 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 هاجي هنا مثلا واعمل تفرع كده وكمل واجي هنا وعمل تفرع وكمل شايفين السلاسل الطويلة دي هي دي الجلايكوجين يبقى كده فهمت ايه فهمت ان انا لو معايا جولوكوز كتير واحدات اهو كتير جولوكوز عايز اخزنهم اعمل فيهم ايه اجمعهم مع بعض بالشكل ده ويبقى اسمهم جلايكوجين ممتاز ممتاز اما الفات الدهون دي خلص احنا عارفين ان هي دهون وهتتخزن في نفس الشكل بتاعها في الخلية تمام تعال نشوف الجلايكوجين ايه نظامه واحنا هنا عملناها في شكل جداول يا شباب يعني ادي الجلايكوجين ودي الفات علشان تسهل عليكم شوية الحفظ ان عارفين ان الجدول اسهل في حفظه من البراجراف العادي تعال نشوف السايت بتاع الجلايكوجين عارفنا ايه هو الجلايكوجين ان هو الخلايا الحيوانية او مش الخلايا النباتية الخلايا النباتية بتخزنوا في شكل تاني ام ماناش دعوا بهم دلوقت يتاخدوهم في البايو طيب السايت بتاعها يعني الجلايكوجين دي من الخلايا اللي بتخزنوا في الجسم قالك خلايا الليفر وخلايا المصل طيب يا عم مش انت المرة ان فاتت قلتلي ان الليفر ده لما حب حد اقوله يا كبدي ماجلوش يا جلبي ليه دي دايما كان الدكتور محمد الطويل بتاع البايو هو دايما هو بيشرح بيقولها ايه انه الليفر لما تحب حد اقوله يا كبدي ليه لانه الكبد هو اللي بيحصل فيه اه يعني غالب العمليات الحقيقية في جسمك في الكبد ده في تسعة وتسين في المائة من انزيمات جسمك مليان كل اي عملية تتخيلها هتلجأ الكبد نط فيها مش عارف تكسير موجود تخزين موجود هنحاوله موجود وهتعرف ايه مش عارف ايه موجود كل اي ما تتخيله في راستك موجود في اللبن فبالتال هي محتاجة طاقة تمام فده مصدر بتتخزن فيه غير ان هي محتاجة طاقة ان هي مكان للتخزين زيادل ما سلسل طبيعي عضلاتك انت راح تتخانج او يعني هتضرب او هتضرب فاهم فانت محتاجة عضلات في الموضوع هتحتاجة حاجة تستحمل طيب الابيرانس ازاي بتظهر جالك باللايت ميكروسكوب بتظهر ازاي اللي قدام من الطرج اللي هي ان انا بعمل تفاعل ومكان التفاعل اللي يحصل ده معنى انه اه ده هنا فيه انزيم معين او فيه مركب معين في الحتة دي ممتاز بتاعا نشوف الشكل بتاعوا ببصوا شباب اللي انتو شايفينه في النص ده اسمه احنا كده في الكبد تمام في الليفر عرفت منين الليفر علشان دايما بيكون فيه سنترالفين او زي الشمس كده وطالع منها الخيوط دي وهنفهم دلوقتي كل حاجة فعملة زي الشمس تمام بس ده السنترالفين وبعدين عرفت كمان منين ان هي ده الكبد ان الخلاق بتاعتها سوداسية الاضلاع يعني بص لو يعني مش عارف باينة ولا لا ولكن اهو يعني اهو دي مسلا تمام هي سوداسية ولكن مع انضغاط الخلاق المهم اللي بيظهر انت شايف انه فيه اسيدوفيلك أبيرانس صح شايف لون احمر او اللون الاحمر ده هو ده لون الجلايكوشين ممتاز ممتاز شوفنا شكله باللايت ميكروسكوب كان ان هو شكله اسيدوفيلك او لون محمر شوي تمام؟ شكله بالالكترو ميكروسكوب هزهر ازاي جالك اتأبير يعني كلاسترز يا شباب يعني زي العناقيد تمام؟ زي عنقود العنب مثلا فاهمين الفكرة ان هو حبوب مع بعضها المنصب depend on are having micratimes ايضا ان هي اما بتكون بتكون كسيفة وعیong إذا تكون ما بتوارد أفهمونم ازاي؟ ايه? حجم صغير بس يعني كسيف. يعني لونه قوي. تمام? آآ بيكون التاني بيكون يعني الشكل ده. تعال نشوف احنا الاول عشان الكلام من غير صورة مش مش هينفع. بصوا شباب. شايفين? شايفين الحبوب السودة دي. الحبوب الحبوب كل واحدة لو واحدها. السودة جدا. اه هي دي هي دي الشكل ده او النمط ده في خلايا الليفر بنسميه بنسميه بيتا. تمام? بتاع بيكون فين? بيكون في الليفر. دي مهمة وجهت جهت انا فكرة جهت في متحانس هالفقت دي. فالبيتا بارتكلز دي بتكون فين? بتكون في الليفر. او ان هي بتزهر ان هي بتتجمع بعد انت تتجمع هنا كان كل واحد لو واحده. لأ في المصر الباجا بيتجمع مع بعض ويعملوا شكل روسيت لايك شيء. اللي هو شكل شكل الزهرة. تمام? تمام? يعني ايه شكل الزهرة? يعني فاكين احنا وصغيركم نرسم الشكل الوردة نحنا نعمل كده ونعمل كده حواليها حواليها كده بتاع ونرسم لها ساق من هنا ويا سلام وردة جميلة وبتقول كده اهو. شايفين التجمع ده? اهو ده بيكون اسمه الفا. الالفا ده بيكون موجود فين? الفا تمام? تعال نشوف الشكل بيكون عامل ازاي? بصوا شباب. شايفين التجمع عامل ازاي? اهو شبه الزهر. يعني بصوا دي احنا اللي عملناها كده اهو. طلع مواهب ابتدائي اهو. يعني دي اعتبرها ورقة بتاع اهو يا سلام جميلة. في النص بتاعها كده اهو دي شكل الوردة. في حميل الفكرة ودي واحدة تاني. ودي واحدة تاني. ودي واحدة. ودي واحدة. ودي اللي بيكونوا متجمعين مع بعض فين? في المصل. اللي بيكون شكل اسمهم ايه? اسمهم الفا. اسمهم ايه هنا? اسمهم الفا. هنا اسمهم بيتا وكل واحدة اللي واحدة. تمام? تمام? تعال نجرى عشان نترجم. بتقول لك اهو انها بتتجمع في two or more particles. از روزيتلايك ان هي شبه الوردة. اهو انها تكون قريبة من الشبكة الاندوبلاسمية. تمام? تمام? موضوع الجليكش. تعال نخش لي موضوع الفات. الفات بيقول لك السايت بتكون موجودة فين الفات? الدهون بتكون موجودة في الخلايا الدهنية. الخلايا المخصصة عشان تنتخزن الدهون. اللي هي اسمها الفاتسل او اسمها الاديبو الاديبوسايت. تمام? او لما نسيش نقول اا اديبوز تشو. تمام? يجب أنا معايا الفات. بتكون موجودة فين? ايه اماكن تخزينها? قال لك لا. دي مش بتروح تخش في اي خلية وتوجعد كده وخلاص. لا. نحن دي لها خلية معينة. يعني عشان في اماكن معينة موجودة فيها الخلية دي. فهي دي اماكن حفظ الدهون. وبالتالي لما يجب معايا دهون زيادة هتتخزن فيها تتخزن في الخلية دي بس. اللي هي الفاتسل او اسمها الاديبوسايت. او لو انا عايز اقول نسيش دهني اقول اديبوز تشو. تمام يا شباب? تمام. الابيرانس بتظهر ازاي? جالك ان هي باللايت مايكروسكوب. ازاي? بص يا باش انت كان معاك خلية هنا وكانت مليانة دهون. تمام? انت في التحضير لما كنت بتحضر العين اها اول درس استولوجي كنت بتحط ايه? كنت بتحط كحل وتحط زيلول وتحط شمة وبتغسلها ومش بتغسلها. الدهون هتدوب يا باشا. تمام? تمام. فلما تدوب الدهون ايه هيفضل? هيفضل الشكل ده انه السلم بتاعتها. طيب. الشكل هيظهر ازاي اساسا في الخلية. هي دي لما كانت موجودة عشان نفاهموكم حاجة بس. انه لما تخزنت الدهون كان مفروض ان النيوكلس تجبه في النص ده مكان الطبيعي ليها. لأ ما الدهون بجاء عايزة تاخد مكان كله. فتعمل التطرد النيوكلس الى برة. تخلي النيوكلس هنا. برة. تمام? فانا بعد ما حضرها الشكل هيجبه ازاي? تحاول ازاي الشكل? الشكل هيجبه كده. خلينا نرسمها بالاصفة عشان خليل الدهنية. اهو كده. ممتاز. والخلية بتاعتي تجبه كده. يجبه ده منظر اسمه ايه منظر سيجنة شبه الخاتم. تمام? سيجنة اهو. ده. ده خاتم يعتبر. فهمين الفكرة? فادي البتاع بتاعته واضي الفص اللي بيكون من فوق. فهي بيجي تشبه الخاتم. تعال نشوف الشكل بيكون عامل ازاي? اهو. بصوا شباب. اه. اه. ادي الخلية ادي اطرافها. من جوة فاضية. من جوة ادي واحدة او اتنين تلاتة كله دول. وادي النيوكلس. شايفين النيوكلس فين? ادي واحد اتنين. بتجبه ايه? يعني ايه يعني ايه يعني طرفية. في الاول كانت اه ان هي من الداخل او معلينا من المسمى او كانت تمام? تمام. وده شكل تاني. بس ده بصبغة. يعني نشوف ايه هي الصبغة دي. جال لك فيه سبيشيال مثوت او يعني مش صبغة خاصة. فيه طريقة خاصة اساسا. يعني سبيشيال مثوت. طريقة مخصصة. فور ديمونستريشن. عشان نلقى الدهون عن طريق مادة اسمها السودان بلاك ستين. ممتاز. اسمها السودان بلاك ستين. او فريش سيكشن اتس ابير از بلاك جرانيولز. تمام? ايجبان انا معايا الدهون. لو انا حضرتها بطريق التحضير الهيماتوكسرين انديويوسين. وصبغتها بانديوكسرين انديويوسين. هيدوب الفات وبالتالي بالسلام هيدي يظهر لي كده. اهي. كده. هي دية دي لقد بزتشه. تمام? اما في حالة سودان بلاك لا. جال لك اهي. فدي خالية دهنية. ودي دي واحدة اثنين تلات. خلايا النقط دي كل دي واحدة منهم تمثي الخلية دهنية. تمام? ده كان باللايت ميكروسكوب. بالالكترو مايكروسكوب يا شباب. انتم في الاول احنا ما ورنكمش الصورة دي بصوا بالزبط ده اللي بيحصل ايه اللي حصل هنا ده يا باشا حدود الخلية اهي كده وده ايه رقم واحد ده ايه ده الدهون رقم اثنين الشيء البرتقالي الطبق البرتقالي اللي اللي في الطرف ده ده النواة تمام بيجيت اكسنترينج عشان تديني ايه سيجنترينج اكبيرانس جالك اكبير از بالالكتروميكروسكوب لارج راوندد دروبلت يعني شبه القطرة اللي عاملة كده ويذ مديرت اليكترينجي سيتي يعني ايه اليكترينجي سيتي يا شباب يعني بص معايا كده ده كده الشكل ده لما اشوف تحت اليكترون ميكروسكوب اجول عليه ان هو دينس تمام ده يعني الكسافة الالكترونية انه عشان انتم فهم اخدتم الفكرة ازاي بيشتغل الالكترون ميكروسكوب بس ما علينا مش هشوف تفاصيله ده كده دينس ده كسيف لكن لما القلق حاجة اه اه لا مش مش بنفس الشكل لا ده هي كده وماليانة كده اهو بصوا احاول نبين لكم الفرجع من دول ودي اهو كده الاولانية كانت عاملة كده فديدنس ودي اليوسينت يعني اليوسينت يعني بيل اه بيل او ليوسينت مش فاكر الاسبيلينج كان ايه في اليوسينت ولكن ما علينا فليوسينت او اه بيل الاتنين دول معناهم ايه معناهم انه الخلية اه بهتة شوية تمام اهو بص يا باشا معاي ادي خلايا الدهون اهي ادي واحدة كبيرة وادي واحدة صغيرة وادي واحدة اصغر واحدة كزا تمام لنجدعو احنا بالاشياء السودة دي ممكن تكون جرانيولز تاني او اه او ضيط احنا قلينا في الدوائر الكبيرة دي اهي المفرغة دي اه ادي بوز او ادي بوس كده احنا خلصنا الستورد فود هنخش على تاني محور من السيتوبلازمك او الصبغة تمام جالك ان هي في منها انواع في صبغات جسمك بانتجها وفي صبغات بتجيله من برا جالك الصبغات اللي جسمك هينتجها فهي جاي من الاندو جاي من الداخل فبالتالي هكون اسمها اندوجينوس تمام يا شباب فاندوجينوس دي معناها ان هي تصنعت انها تصنعت اما اكزو اكزو يعني برا اكزوجينوس امتاز تعالوا شوف عمان هالكم في جهدو المقارنة برضو عشان نسهل عليكم موضوع الحفظ جالك في البيجمنت وهدي السايت وهدي هنا الابيرنس جالك الهيموجلوبين ده بيكون فين موجود في الاربيسيز تمام وعرفنا انه دي اللي بتحافظها تمسك في الاكزوجين واخدتوها في سنة واخدتو الميكانيزم وهتاخدوه بعدين ان شاء الله في البلوك الهيمتولوجيف تانية الترميت تاني ان شاء الله طيب عدنا صبغة تاني اسمها المايو جلوبين فاصل ربا بصة باش الهيم ده ده الحديد وجلوبين ده البروتين فده بروتين مسك فيه شوية حديد تمام مايو جلوبين مايو علشان هو موجود في العضلات جلوبين ده البروتين ممتاز فده بيكون موجود فين موجود في المصر سلم اللي بعده واحد اسمه مش عليك شكلهم دول عامل ازاي صبغة اسمها الهيموسيدرين بصة شباب صبغة دي مهمة جل لك ايه يعني صبغة تحتوي على الحديد بتتراكم يعني ايه الفاجوسيت الخلايا البلعامية الكبرى اللي هي الماكروفاج والمايكروفاج الصغرى او النيوتروفيل الخلايا المتعادلة تمام في الطحال بتاعك وفي الليفر في الكبد وفي البونمرو نخائع العظم كل الاماكن دي اماكن بيتم تكسير فيها مثلا يعني الاسبلين بيتم تكسير فيه الاربيسيز الليفر بنكسر فيه الادوية والسموم البونمرو بنكسر فيه برضو بعض المواد او بنصنوه فيه بعض المواد فالاماكن دي اماكن نشطة وحيوية وفيها تكسير وفيها يعني بقايا من مواد كتير سواء بقايا خلايا زي في الاسبلين لما بكسر الاربيسيز بعد ما يعد عليها 120 يوم او في الليفر زي بقايا العمليات الحيوية او في البونمرو زي بقايا العمليات الحيوية وبقايا تصنيع المواد الخلايا نتيجة لذلك لازم يكون عندي موجود خلية بلعامية تاكل البقايا دي فالخلية البلعامية دي هي الفاجوسايت هلجى جواها هيموسيدرن يقول هيموسيدرن موجود في خلايا الفاجوسايت الخلايا دي بقايا فيه فاجوسايت في الدم وفيه فاجوسايت في كل حتة لا ده جالك فيه ثلاث اماكن بس بلجى فيهم موضوع هيموسيدرن بشكل طبيعي لو فتحت في الليفر ودورت على الماكروفاج بتاعها هلجى انه موجود جواها هيموسيدرن او في الليسبلين او في البونمرو ممتاز ممتاز ايه شكلها بقايا جالك الوصف بتاعها ان هي ديس بيكون براون جرانيولز اهي يا شكل ادي واحدة ادي واحدة ادي واحدة ادي واحدة ممتاز material has accumulated as a result نتيجة الايه break down of the RBCs اهو تكسير ال RBCs تمام هتجلي هي ايرنو كونتيننجج بيجمت ايوة ايه الايربوسيس احنا بكون تكسيره الاهيه الهيم وغلوبين واقفنا الجلوبين ده هيديني بعد كده مادة اسمها البلروبين وبعدين هيديني اا المادة اللي بتعمل السفرة عند الاطفال الصغيرين والهيم ده اهو كليته المكروفاج مثلا تمام يا شباب فزاي ما انا هكسر الاربيسيز واخد منها الحديد بتاعها مثلا فنتيجة ان انا هاكله في الفاجوسايت دي مثلا او في الماكروفاج دي إلا حصلت رقم فيها مادة الهيموسيدرين اللي بتظهر بالشكل البرون ده جال لك ايه تاني؟ جال لك الماكروفاج ان هي البقايا بتاعت عمليات التكسير يعني بتكون تمام ان احنا هناخد الجلوبين ونعمل منه بيلوروبين فهمين الفكرة عملية التصنيع دي ان هي بنكسر الاربيسيز الجديدة عشان ناخد منها مواد ممكن نعمل بها ارببيسيز جديدة مثلا تمام طيب تاني اهو شايفين الجلوبين ده هيعمل اللي عملي مادة اسمها البيلوروبين دي موجودة في البلود وفيه الليفر سيل ما نجدعو بتفاصيلها دلوقتي فيه بعد كده صبغة اسمها الميلانين طبعا يعني مشهورة موجودة فين؟ موجودة في الابي ديرميس بص في الاسطح الابي ديرميس او الايرس الايرس دي الحتة الملونة من عينك تمام في الهيرس في الشعر اند في اه نجرا اللي هي الحتة اه مش اسمها النطج بتاعي ده لان انا قلته ده غلط اساسا اه قالك الحتة دي ان شاء الله ناخدخها في السينس بتكون في الدماغ تمام طيب اه اه بتصنع ازاي باي سبيشيال سيلز كولد ميلانوسايت وفي خلية ايه هي الخلية اللي بتصنع الميلانين خلية اسمها الميلانوسايت موجود فين؟ موجود في الابي ديرميس وفي الايرس وفي الهير وفي السابسيتني مش مستحيل اجيب النطج صح ده تمام فحفظوا ان هي النجرة دي اللي هي بتكون عبارة عن تجمع عصبي في الدماغ تمام لو افتكرت النطج انا وبشرة حجورة تمام طيب تظهر ازاي الميلانين يعني متجانس يعني كسيف يعني حويستيلات كده ومليانة كده اهو مثلا كده فهي كده هي كلها مية واحدة وكسيفة سيباريتد فروم سيتو بلازميك باي ميمبرينيونت يعني بيكون لها غشاء ممتاز ممتاز هتقول لي ما انت قلت الجرانيولز ما انت قلت الانكلوجينز مالهاش ميمبرين وانت بشاك يعني الميلانين تحفظ انه بتفصل الجرانيولز دي كلها على بعض بتفصل عن السيتو بلازميك بغشاء ممبرينيونت ممتاز ممتاز عندك الصبغة اللي بعديها وهي اللايبوفوكسن او اللايبوفوكسن فيه ناس بتقول فوكسن وفيه ناس بتقول فوكسن واسماك يعني نطق مختلف شوف انت في الكلية بيجولوا ايه ويجولوا ايه ويجولوا معاهم يعني يقول لك في الخلايا الاكتف النشطة اللي بتعيش لمدة طويلة زي مين زي النيرف وزي الليفر وزي المسلسل ليه النيرف ده شباب جلنا ان هو من الخلايا اللي مش بتتعوض لو بازت بالسلامة الليفر علشان هي اكتف زيادة عن اللزوم والمسلسل الكاردياك مسلسل يا شباب خلايا العضلات القلبية ده لا يعوض يعني لو لقدر الله فيه حصل انه الدم تقطع عن حتة من الجلب والحتة دي ماتت ايه اللي هيحصل هتيجي الماكروفاش تشيلها تاكلها تشيل الحتة الجديمة دي وتحط مكانها فيبرستيشو يعني هتحط هتلصمها ما احنا عندنا يا شباب في الجسم يا اما ان انا اعوض لو حصل فيه خلل وماتت خلية اما ان انا اعوضها بوحدة اختها زيها بالزبط او ان انا الصمها الصمها بايه بفايبرستيشو شوية كده ولزج لزج وخلصنا او ان انا اعوضها بخلية زيها الكارد يكون نيرف لا مش بتعوضه فبيتحطه بفايبرست فهذا خلايا بتفضل عايشة من يومة ولدت لغاية ما يتوفق الله يعني بتفضل بنفس الخلايا بتاعتك فبالتالي هي الخلايا دي ليها عمر بعمرك نفس عمرك بتقول لك زي فضلات يعني الخلية يقول لك انها عبارة عن مواد بتتخزن فيه اللايزوزوم بيقول لك يا شباب افهموا الفكرة انه اللايبوفوسن دي بتكون موجودة ايه؟ بتمثل ايه؟ الصبغة دي بتظهر فين او ايه مكانها؟ هي عبارة عن المواد اللايزوزوم لما بيحل الشيء بيفضل فيه بقايا البقايا دي بتمثل اللايبوفوسن الصبغة دي بتاعت اللايبوفوسن طيب وبتكون محاطة بغشاء طبعا ليه؟ مش هي هي نفسها من جوه مع الهاج غشاء نفس الميلانين يا شباب هو نفسه ملوش غشاء بس دي موجودة جوه اللايزوزوم فالليزوزوم دي اساساً عليه غشاء فهي تعتبر انها محاطة بغشاء لكن هي نفسها مع الهاج غشاء مخصوص بيها وقال لك انه مع العمر الامونت بتاعت اللايبوفوسن دي بتزيد continue to increase especially الفين في الهارت ليه؟ لان هو من الخلايا اللي قلتلك بعمرك لو انت عاشت 100 سنة بخليت الخلايا قلبك لها 100 سنة شغالب نفس الخلايا نفس طقم العمل هو هو one can determine whether لو كان بتحدد لو كان الهارت ده is young or adult يعني ممكن لو الشخص ده young or old انه لو خدنا عينة من جلب اقدر اسألك وقولك ده جلب طفل ولا جلب الرجل كبير اه ازاي ان انت لو فيه عندي يعني بكمية هتقول لي لا ده old تمام اهو عن طريق الانعكاس المباشر اوه ده لو كان زيادة يقدر الرجل لو كان يقدر طيب تعال نشوف العبير العبير بتظهر العبير ازاي لكن هي ده بتكون يعني هي اللونها بتكون ايه باللايت مايكروسكوب تعال نشوفه ها يا شباب بصوا شايفين اهو ده وده 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 كل دول بيمسوا اللايب وفصل اما بالالكتور مايكروسكوب هتظهر ان هي دينس يعني ايه دينس يا شباب بقولنا ان هي هتكون حتة قاتمة كده تمام يعني ايه الكلام ده بيقولك انه فكك من الالكتور مايكروسكوب الالكتور مايكروسكوب لغات هنا لغات البولز بتاعتها او لغات بيقولك ان هي بتظهر يعني ايه يعني انا لو معايا خلية كده طيب بكده ايه الوضع بتاعي جالك ان هي بتظهر فين جالك بتظهر فيه البولز بتاعت يعني ادي هنا وهدي معايا هنا بتاعة بتظهر في الاطراف بتاعتها البولز بتاعتها تمام جالك وهي بتكون احيانا بتكون براون ريد غير اليالوش بتكون براون ريد تمام يعني نفس اللون تقريبا خلصنا كده الاندوجينوس بيجمنت تعال نخش على الاكسو جينوس بيجمنت جالك اول واحدة هي اللايبوكروم أو المادة اللي هي بتكون موجودة في الجزر يا شباب اللي بتدي له صبغته أو لون تعرف الجزر لو مسكت شوية منهم ومسلا وكنت بتنظف منهم بتشيل الجشرة اللي من بره دي عليها أحيانا هتلاحظ إن إيدك بيجا فيها صبغة فصبغة الكاروتونويت دي من اسم الكاروت دي بتكون موجودة في الكاروت وفي التوميتو موجودة في الطماطم وموجودة في الجزر باختلاف تركيزها فهامل فكرة عشان كده بيدي له لنم مختلفين يعني طيب فهي اسمه الليبوكروم أو الكاروتونويت دي بتكون موجودة في الكاروت واتوميتو طيب تاني ده السورس بتاعها هي ما تكون موجودة في جسمك برضو أنت لما تقولهم ما هتكون موجودة في جسمك تاني شيء جالك الدست الغبار والكاربون تمام الاثنين دول بيكون موجودين فين فروم أوتسايت تو لونج هيكونوا موجود في اللونج ماكروفاج الدست إنت لو واحد عايش في صحرا مثلا هنشوف الماكروفاج بتاعك هنلجأ ان فيها يعني فيها غبار من جوا فيها حبيبات غبار أما لو كنت شخص مدخن مثلا هنلجأ ان عندك كاربون داكسويد هنلجأ عندك باجي للمواد اللي بتكون موجودة فيه السجريت منيرالز هنلجوا معادم ليت زي الرصاص أند التاتتو الصبغات بتاعت التاتتو يا شباب الواشب مارك في الجم بتاع الإيبيثيليا and skin cells بيفضل تثابت يعني السموم بتاعتها دي أو الصبغات دي تفضل تثابتة فيه بتمتصصة خلايا الإيبيثيليا and skin cells ما طبيعا الناس بتعمل واش بتعملوا فين تعملوا على الجلد فمين اللي هيكون فيه الصبغات الخارجية دي الجلد نجي الثالث مكون من السيتو بلازم الانجلوجن هو الكريستالز أو الكريستالات وقال لك أن هي most of these crystalline forms contain storage material يعني الكريستالز دي عبارة عنها برضو بيكون فيها storage materials مش food الفود ده نوع لوحده لكن الكريستالز دي بتكون فيها يا أكل مخزن أو فيها cellular structure remanent بقايا يعني حصل متوكندريا وتفجرت مثلا هنلجو فيه شوية من متوكندريا موجودين فيه شكل كريستالز تمام which located everywhere in the cell either in the cytoplasm or in the neoclasm يعني كمان هنلجو موجودة ممكن نلجوها في السيتو بلازم ممكن نلجوها في النواة من جوه they have special function in the cell of the inner ear الخلايا بتاعت الأذن الداخلية تمام ودي الاسم بتاعها مسؤولة عن إيه شباب مسؤولة عن التوازن تمام بتعمل إيه؟ بتعمل maintaining the balance جال لك presence of the crystals in the cell of the testis تمام يعني خلايا الخصية فهي بتكون اسمها كريستالويد اللي هو مش عارف النطق الصحيح لها إيه ولكن برضو عدت تاني كلمة نطقها مش متذكر الصراحة دي بتكون appear to be linked with the morbidity of or infertility يعني إيه شباب morbidity يعني عدم الخصوبة أو أمراض الخصوبة and infertility يعني شيء خاص يعني على حسب توفر الكريستالات دي مثلا في خلايا زي خلايا الخصية أقدر أحدد موضوع الخصوبة عالية ولا منخفضة تمام فسواء هنا النطق بتاع charcut vouchers دي إن هي الخلايا بتاعت الخصوبة أو فيه واحدة تاني نحن نسبناها اللي هي substancianigra substancianigra تمام يا شباب اللي هي كان فيها ميلانين أهي فين الميلانين أدي ميلانين بتاعنا substancianigra يا شباب substancianigra بمنطقة في CNS CNS يا شباب اللي هو central nervous system تمام كده حنخلصنا سبحانك اللهم وحمدك أشهد الله إله لأنت أستغفرك وأتوب عليك سلام عليك ترجمة نانسي قنقر